في دراسة عملت سنة 2019 في 2019 دكتور جاستين تاماس بجامعة الآل زايد بأبو دبي وزع استبيانات وضمن الاستبيان بيكون فيه أسئلة عن الأنوركسية فالنتيجة طلعت أنه 24% لـ 30% من الأشخاص اللي شاركوا بالاستبيان هن بيعانوا من الأنوركسية أو السوق التغذية وهن مش عارفين وهن مش عارفين فبيقول توماس أنه البلدان العربية يمكن بلشت تطلع من مرض السمنة اللي كان قبل السمنة الزايدة بس مش عارفة حالة أنه عم بتفوت لمرض تاني اللي هو فئدان الوزن الكتير يعني بطريقة مش مظبوطة والهي الأنوركسية فنحن عن جد بحاجة لتربية كتير مهمة عن التغذية ببلداننا يكون في وعي ويحكوا بهول الموضوع أكيد أكيد وأصلا أنا وعم بعمل ريسورج كتب شفت أنه نحن ما في أبدا وعي عن الموضوع أو حتى ما في فنانين يعني مثلا عم بكتفوت أنه هل فيه مشاهير بيحكوا عن الموضوع ما فيه شي يعني بره عادة بيستحو هون بعض يحكو بهذا الموضوع مية بالمية بره بيحكو عن هذا الموضوع بيحكو عن هذا الموضوع حتى هلأ إذا بتسأل العالم شو يعني أنوركسي ما حدا بيعرف شو أنا ما بيعرفه مثلا بره أنجلينا جولي حكيت عن الموضوع بهدف التوعية يعني هي بتعاني من الأنوركسية وصلت سنة 2016 خسرت وزن كتير وصلت لل35 كيلو جرام حكيت لتواعي الأشخاص لأنه المشاهير هنا بنهاية آيدل لكتير ناس أكيد حتى هلأ مع السوشال ميديا وهيك صار عنا هيدا الفكرة أنه لازم يكون الجسم مضبوط من قبل ما كانت موجودة هلأد هلأ العالم صارت بتتأثر زيادة يعني صار عنا بالمجتمعات العربية فكرة الجسم الضعيف قبل ما كانت موجودة هيك صار فيها وصلا مية بالمية حتى دامي لوفاتو كمان اللي بتغنى بتقول أنه هي عانت من هذا الشي لكذا لكذا سنة والبروديوسر اللي كانوا معا كانوا هن يحرموها هن فواتوها على هالخبرية كانت لما يكون عندها حفلة مثلا تكون بالأوتال كانوا يشلوها بتليفان من الأوتال طيما تطلب الروم سيرفوس أي تطلب شيء أكل كل شيء أكل عندها بالقوضة يشلوه عياد ميلادها مثلا ممنوعي يكون عندها كيك كانوا يجبوا لها بطيخة أنا تجبيي لها بطيخة عايدة تسجك فيها شو بطيخة يجبوا لها بطيخة تقصها وأن هؤلاء أمور بتواسطيك لهذا الشيء أنت تكون بغنى عنه مية بالمية مية بالمية رسول النجوي ق سعيك اشتركوا في القناة